طرد الإمارات مطلب يمني هذا أيضا هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي هل طفح الكيل تماما؟ هل انتهت كل فرص أن تصحح الإمارات من نظرة اليمنيين عليها؟ بالطبع أخي الكريم الشعب اليمني أنت بس أذكر لك أمثلة على أن الشعب اليمني يلتف دائما مع قيادته السياسية في أحلك الظروف وأنا أذكر لك مثال عندما خرج الحوثي على الشرعية وعلى الرئيس عبد الرب منصور هادي بحجة أن هناك زيادة سعرية في المشتقات النفطية خرج الشارع اليمني بكل أطيافة مع عبد الرب منصور هادي ورفعوا شعار الشرعية ورفعوا التضامن مع عبد الرب منصور هادي الذي تلقى الشعب اليمني الذي وقف مع الشرعية الصفعة التي أتت من عمران بعد ذلك توالت الصفعات حتى سقطت كل الجمهورية والآن الشعب اليمني يلتف من جديد بكل أطيافة وبكل مكوناته خارج الوطن وداخل الوطن في كل مكان كلهم صوت واحد ضد الإمارات العربية المتحدة التي عاثت في اليمن فسادا وأشعلت كل شيء موجود في اليمن يعني الإمارات العربية المتحدة هي من تسببت في أسوأ ناتج اقتصادي حاليا في اليمن وهي من تسببت في هذه الكوارث تسببت في خلق مليشيا خارج إطار الدولة يعني تسببت في نعم الحكومة كانت تتحدث أنه توقف إمدادات الغاز والنفط توقف إمدادات الغاز والنفط ما يعني لماذا نحن نصمت ونحن نشاهد كل هذه الإجراءات وكل هذه الممارسات من قبل دولة أعلنت بأنها هي من استهدفت جيش وطني شرعي أمام الرأي العالمي اشتركوا في القناة